حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين إذن مشاهدين في رجب الأصب يستذكر العالم الإسلامي شهيد المحراب قدس سره الشريف الذي اختلته يد الإرهاب الآثمة لتنال من رموز الجهاد والتضحية في العراق فشهيد الحكيم سليل العتر الطاهرة والابن البار للمرجعية وفي هذه المناسبة تستذكر المؤسسات الثقافية والعلمية فضلا عن الاحتفاءات الشعبية تضحيات فقيد الأمة الذي رسمت دماؤه الزاكية مشروعا لطريق ذات الشوكة فهذه الملتقيات وضحت الأدوار المحورية للسيد الحكيم التي أثارت العزيمة لاستلهام العبر من حياته وجهاده ومقارعاته للظلم ومشروعه السياسي ولهذه النقاط التي شكلت خطر على منظومة البعث الفاسدة اختاله البعث وأريقت دماؤه الزاكية بجوار جده أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين محتجز رفحاء من أبناء هذا البلد تستقطع رواتبهم في غفلة من أمرهم كما ذكروا حتى وصل الحال بهم يفترشون الأرض أمام أحدى بوابات الخضراء للمطالبة بحقوقهم المشروعة ألو هي الرواتب ذات القيمة الزهيدة التي لم تتعدى الأربعمائة ألف دينار هذه المبالغ لم تثق الكاهلة الدولة التي مضت بقرارات وصفوها هؤلاء المطالبين بحقهم بالقرارات الظالمة خاصة وأنهم لم يبلغوا قبل اتخاذ هذه الإجراءات وبالتالي أثرت على كل جوانب حياتهم وعدم مقدرتهم على توفير متطلباتهم وبالمقابل توجهوا إلى أدوات المعنية لكن لم يتغير شيء حتى الآن وهم يتوسمون خيرا بالحكومة الحالية التي ضمنت حق المواطن وفقا للقانون ذا المشاهدين نشاط السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريفة الذي امتد لأكثر من نصف قرن وما تركه من بصمات فاعلة في مختلف الميادين التي حضرها جعل استشهاده أمرا صعبا على الوجدان ولهذا تحيى الجمعيات الثقافية والعلمية ذكر استشهاده العطرة فنتابع المزيد مع الزميل علي حبيب ضمن الأيام الرجالية الأولى استذكر ملتقى شهد الثقافي في ندوته الثامنة شهيد المحراب واستغرق في البحث بشخصيته الشمولية التي تبلورت وتكاملت في ظل ظروف وتحديات ومصاحب كبيرة وكثيرة لكنه نجح في رسم المنطلقات الأولية والمرتكزات الأساسية التي بدأها شهيد المحراب من الداخل قبل الشروع بمرحلة العمل من الخارج شخصية شهيد المحراب شخصية محورية شمولية عنده أكثر من توجه فكرة كان فكرا واسعا يحمل هموم المرجعية الدينية وهموم العملية السياسية وهموم الشعب العراقي لذلك الحقيقة كان يسعى في كل مشروع السياسي والمشروع حتى في مشروع الديني أنه يقيم الجماعة الصالحة مشروع شهيد المحراب اتخذ أبعاد مفاهيم أخرى أوسع وأشمل وصلت إلى تعاطيه مع استحقاقات التغيير بعد سقوط النظام المباد عبر أدوار ومهام تقوم على مقتضيات وضرورات الواقع الجديد فالسيد الشهيد استوعب مساحات زمنية آنية ومستقبلية مرحلية واستراتيجية الشهيد المحراب كان واضح جدا أن الرؤية عنده من خلال التمثيل والمشاركة لجميع الطوائف كان يحافظ على هذه الأشكال وكان يقول بوضوح للجميع أنا أقبل أياديكم جميعا كان شخصية محورية مهمة جدا تعامل بانفتاح واسع جدا مع القليل ومع الدول الأخرى وكان مصدر للثقة للتعامل مع الجميع وجدنا أن ثلاثين العراق قد التفت حوله وهذه لم نجدها في شخصية يمكن أن تكون لذلك عندما نتحدث أنه قائد رياضي استوعب المجتمع استوعب الحالات الإنسانية نظر للحمة الوطنية للبلد الواحد هذه صفات تميزة بها وأجازلها وبذلك ترك السيد الشهيد الحكيم عبر مواقفه الخالدة وروحه الجهادية التي نظرت نفسها من أجل العراق آثار وبصمات واضحة لا يزال الشعب العراقي يتخذ منها نبراسا ضد الظلم والطغيان علي حبيب الأيام الفضائية شكرا للمشاهدة اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين وللحدث اكتر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بظيوفنا الكرام بالصوت والصورة بغداد المتحدث الرسمي باسم المجلس العالي الاسلام العراقي الدكتور علي الدفاعي اهلا بكم دكتور ضيفا كريما وكذلك الترحيب بالمحلل السياسي الاستاذ رياض الوحيلي اهلا بكم سيد رياض وابدا معكم دكتور علي كلنا نتذكر دخول والاستقبال مهيب للسيد الحكيم بعد سقوط الصنم لكن ما الذي اشره هذا الالتفاف الشعبي الكبير حول السيد الحكيم قدس السراء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ بشار الضيف الكريم جميع مشاهدي قناة الايام بداية في الحقيقة يعني يشرفني ان ادعى للمشاركة للحديث عن شهيد المحراب الخالد وان كنت لم احظى بشرف العلاقة المباشرة ولكني اشاطر الملايين من العراقيين بشرف المحبة والانتماء والتأييد لهذا الرمز العراقي الوطني الاسلامي حقيقة شخصية شهيد المحراب تتمتع بمعالم كثيرة ولعل من معالمها هذه ومن الظلم حقيقة ان نختصر هذه المعالم في هذا الوقت المحدود الا ان الترحيب والاستقبال والدعم المنقطع النظير الذي لمسه ووجدناه وتابعناه وكنا من ضمنه من الشعب العراقي من المرجعيات الدينية العليا في النجف الأشراف من القوى الوطنية تؤكد ما لهذا السيد الجليل من مكانه ومقبولية وتأثير وليس ببعيد عن المختصين ان الشخصية العراقية في طبيعتها شخصية صعبة في قضية التعامل مع الحاكم في قضية انسجامها وانقيادها للزعامة الا ان ما يتمتع به السيد آية الله محمد باقر الحكيم هي هذه الشخصية التي تمكنت من ان تحتوي وتتقبل وتنفذ الى نفوس ووجدان العراقيين سواء كانوا تيارات شعبية او قوى سياسية في زمن المعارضة فكان بمثابة البيت الذي جمع كل هذه الاطياف بتنوعها الفكري الثقافي السياسي ناهيك عن الدين والمذهبي والى ما غير ذلك فكانت اولى مواصفات شهيد المحراب انه يمتلك هذه الشخصية التي تنفذ الى وجدان ومقبولية فكر وقلب الشعب والقوى السياسية والقوى المرجعية الدينية هذه مسألة كانت فاتحة الدخول الى العراق بهذه الجموع الغفيرة التي لامسناها فضلا عن ذلك ما تبين وتمخذ من شهيد المحراب من مواقف في الاشهر الثلاثة التي تشرفنا وعشنا فيها معه لنراجع خطبه الاربعة عشر في هذه الثلاثة اشهر خطب الجمعة نلاحظ انه قد رسم من خلالها منهجا واضحا ودقيقا في اي عراق نريد واي حياة يعني يرسمها للشعب العراقي من خلال هذه الخطب التي استمعنا اليها في حينها لذلك حقيقة عندما نتابع كل هذه التفاصيل سنجد الجواب واضحا لماذا اجهزت المخابرات للدول التي كانت موجودة في العراق وعلى رأسها الصهيونية وامريكا المحتلة في حينها استهدفت في اسرع استهداف نوعي لآية الله السيد محمد باقر الحكيم من حيث مكانته وتأثيره لانها ادركت ان العراق الذي تريده تلك القوى الاستعمارية عراق خاضع عراق ضعيف الا ان شهيد المحراب من خلال مواقفه وخطاباته رسم عراقا مغايرا عراق يستند الى الشرعية والى التوجه الى الحوزات الدينية والى الاستماع الى الفقهاء والمراجع عراق يعود الى ارادة الشعب وخياراته نابعة منه لذلك ادركت كل القوى الاجنبية التي كانت تريد للعراق مسارا بعيدا عن هذا المسار ان هذا خطر كبير امام مشروعها الاستعماري الذي يريد ان يرسم عراقا كما تريد لذلك كانت مواقف شهيد المحراب حقيقة مواقف وطنية ذات نسخة عراقية تنبثق من روح الاسلام وهويته وقيمه طيب رحب بك مرة اخرى سيد رياض اود ان نعود بالزمن الى مرحلة قبل سقوط نظام البعث المقبور الفترة التي امتازت بتبلور هذا المشروع الثقافي العلمي الجهادي السياسي يا سيد الحكيم حتى قبل عودته كانت هناك مساعي كبيرة من قبل البعث المقبور لاختيال السيد الشهيد في تلك الثورة خاصة عندما كان بالمهجر لكن كيف استمر بهذا النشاط الثقافي والفكري والجهادي رغم هذه المخاطر بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكم وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهدي قناتكم الكرام بالتأكيد يعني شخصية السيد محمد باقر الحكيم آية الله رضو الله تعالى عليه يعني شخصية درسناها من كل الجوانب تتمتع بصفات القيادة الحقيقية ليس الصفات قيادة يعني مستنسخة لا صفات فذة وحقيقية تنطبق عليه فهو يوثل مشروع جهادي كبير يعني قارع النظام البعثي الصدامي العفلقي ليس فقط في إيران وإنما كان حتى نعومة أظافره عرف هذا النظام البقبور كيف كان هو نظام إجرامي وكان الشهيد المحراب هو يتصدى بشكل واسع لمحاولات هذا النظام الذي من على سبيل المثال كانت هناك أحداث ما تسمى بانتفاضة صفر المباركة كان هو الذي يقودها ولذلك تعرض إلى سجون عدة مرات وربما إلى سجن أبدي كان ولكن تم الإفراج عنه وذهب أيضا خارج العراق لأنكم صريحين وقاد مشروع تغيير حقيقي إذا نظرنا إلى أن المعارضة قارننا بأوجه المعارضة الحقيقية كان هو المعارض البارز يعني هو مجاهد كبير حمل ثقل وهموم الأمة كلها يعني كان يحمل هموم الثكالة والأرامل وهموم الثوريين والمجاهدين الذين قاروا عن نظام البعث الصدامي كان في المهجر أو في إيران استقبلته بأحسن الاستقبال وكان هو الدور البارز في موضوع كان محنكا سياسيا في كل الأصعدة كان له علاقات مع بعض الدول العربية وأيضا مع بعض الدول الأخرى أيضا كان له تحرك ونشاط جهادي كان يلبس حتى الملابس العسكرية ويذهب إلى الجبهات يحث المجاهدين ويشث ويشث من هممهم في مقارعة النظام البحثي إذن كان هناك دور بارز جهادي كبير له بالإضافة إلى دوره إذا تسمح لقاطعتك سيد رياض يتفق أن مشروع السيدة الشهيد الحكيم لم يشكل خطر فقط على وجود البعث في العراق لم يشكل خطر حتى على المشروع الاستكباري في المنطقة فيما بعد بكل تأكيد كان يحمل هموم الأمة بأجمعها كان مشروعا يريد من العراق أن يكون قويا مقتدرا قادرا على مواجهة كل التحديات بما فيها الصهيونية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي تريد أن يكون العراق ضعيفا كان يحمل هذا الهم ويحمل معه مشروع كبير بهذا التغيير لذلك كان يضج مضاجع كل الجهات التي تريد من العراق أن يبقى ضعيفا أن يبقى ذليلا وأن يبقى خاضعا لتلك الدول كان الشهيد الحكيم يحمل مشروع أن يكون للعراق دور بارز في المنطقة دور الرفاهية لشعب العراق وكان لا يميز بين أبناء شعبه كان يريد الرفاهية لكل أبناء شعب العراق وكل طواب فيه وأعتقد كل خطبه كانت تشهد على هذا المثال كان خطيبا صادقا في نهجه كان يعني يمتاز بهذا وأعتقد صفة أن يكون الخطيب بليغا وصادقا في كلامي هذا الذي ربما جعل هناك لحمة حقيقية بين الجماهير لاحظنا أنت ذكرت هناك كان استقبال عفوي ربما لن يشهده أي قائد آخر هذا الاستقبال العفوي المليوني الذي ربما لم يكن أمام أي قائد آخر أو أي مسؤول آخر كان هذا الاستقبال لاحظنا أن أي مسؤول ربما إذا يريد أن يكون هناك تجمع يجمع آلاف ويكون تهيئة لهذا التجمع لكن مجرد دخول الشهيد الحكيم إلى العراق لاحظنا هناك الكم المليوني من الجماهير التي تعرف هذا القائد الحقيقي الذي كان يعبره في هذه الحالة يعني أنت رجعت الموضوع الاستقبال والالتفاف الكبير حول سيد الحكيم قدس سر ولكن هذا يؤكد فعلا أنه مو فقط القاعدة من قامت باختياله إنما مشروع نظر للخطر الذي شكل على البعث وكذلك على التنظيمات المتطرفة الإرهابية وكذلك على المشروع الاستكبال الأمريكي جعل كل هذه الأطراف تتظافر من أجل إنهاء هذا المشروع بكل تأكيد أنا أعتقد كان هناك مخطط عالمي لتصفيته وقضائه باعتبار وكان يمثل المشروع الحقيقي لأن يصبح العراق حراً متماسكاً وقوياً قادر على استخدام يعني أن يكون هناك يعني مثلاً ثرواته في يد أبنائه كان هذا طرحه في كل خطبه أعتقد هذا لن يروق الولايات بالتعدل الأمريكية ولا رصيونية يريدون العراق أن يبقى تابعاً ذليلاً لهم وأعتقد هذا المشروع لا زال موجود بأنصاره ومحبيه وأعتقد الأمة التي لا تحتفي بقائدها أعتقد هذه أمة ميتة لذلك أعتقد لا زالت أفكار الشهيد الحكيم هي مترسخة في أذهان وفي محبيه وبالتالي مشروع لا زال قائم وأعتقد هناك كثير من القيادات تريد أن يصبح العراق قوياً قادراً على نهج الذي أراده شهيد المحراب حتى يصبح العراق بالتالي قادر على المرحلة المقبلة لمواجهة كل التحديات المستقبلية طيب أود لك دكتور علي الشهيد الحكيم عند عودته إلى العراق ورغم وجود تنوع بالتوجهات والرؤى والديانات والأقليات والطوائف إلا أنه كيف استطاع بظل وجود كل هذه المعطيات كيف استطاع أن يوحد الرؤى في بوتقة واحدة لخدمة البلد وفق مشروع التغيير نعم المتابع لحركة آية الله السيد محمد باقر الحكيم يجد أن محور حركته كانت هي الشعب العراقي ونلاحظ هذا في فترات الجهاد المسلح وكيف كان همه الأساس ويقولها هو تحرير الشعب العراقي من ظلم الدكتاتورية وصولاً إلى بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية وتصديه للعمل السياسي ودخوله إلى المحافل الدولية كل ذلك من أجل أن يرفع مظلومية الشعب العراقي دون تمييز لأن الظلامة في عهد البعث الكافر كانت تطال جموع مكونات الشعب العراقي حتى في مرحلة ما بعد سقوط النظام الجائر وبداية مرحلة تأسيس الدولة وتشكيل نظام جديد كان همه الأساس هو كيف يحتوي كل مكونات الشعب العراقي في إطار وطني جامع لذلك حقيقة كانت خطبه دائماً تنطلق وتؤكد على وحدة التراب العراقي ووحدة الشعب العراقي وكان يؤكد دائماً على احترام الهوية الثقافية للكرد كما يؤكد على احترام الهوية الثقافية للتركمان والعرب وناهيك عن التنوعات الدينية والمذهبية فكان يحترم ويدعو إلى احترام خصوصية كل طرف هذه المواقف حقيقة أشعرت الجميع بأن آية الله السيد محمد باقر الحكيم ومشروعه ومنهاجه ومنهاج وطني يذهب إلى جمع البيت العراقي تحت سقف يجمع جميع مكوناته في هذه الحالة الوطنية حقيقة لو نلاحظ كذلك أن شهيد المحراب من خلال مواقفه كان دائماً يؤكد على أمور معينة على سبيل المثال كان دائماً ينادي بأن يجب أن يعرف العراقيون التصور المطلوب لنظامهم المستقبلي وكان يؤكد على أن يجب أن يعلم العراقيون الآلية التي توصلهم إلى هذا الهدف وهذا المستقبل ماذا يعني هذه المسألة؟ بمعنى أن شهيد المحراب كانت رؤيته وكان مشروعه أن يجعل من الشعب العراقي محور حركة الذهاب إلى المستقبل ورسم وصناعة النظام السياسي الذي يحكمه كل ذلك حقيقةً أشعر القوى السياسية على اختلافها التيارات الشعبية على تنوعها أن مشروع آية الله السيد محمد باقر الحكيم ينطلق من أسس وطنية جعلت الكل يطمئن إلى هذه المسألة لذلك الجميع على تنوعهم على اختلافهم كان وجود شهيد المحراب كان وجود آية الله السيد محمد باقر الحكيم مبعث أطمئنان لمخاوفهم ومبعث أمل لتطلعاتهم في المستقبل الذي ينشدون إضافة إلى ما ذكرت دكتور عالية ليش ركز السيد الحكيم على بعض العناصر التي ذكرها بأنها مهمة وركز عليها هي المرجعية الدينية العشار العراقية والمرأة العراقية في الحقيقة هذه ركائز ثلاث نعم كان يؤكد عليها شهيد المحراب وننطلق من الأساس يعني أول معلم أول صفة تميز شهيد المحراب هي عمله بالتكليف الشرعي لذلك كل منطلقاته كل مواقفه كانت مبتنية على أساس رجوعه إلى الإسلام وإلى الفقهاء وإلى معرفة الوجه الشرعي في انطلاقته وكذلك حالة الرجوع إلى العشائر العراقية الأصيلة والدور المميز للمرأة لماذا كل ذلك؟ لأن حقيقة تأريخ العراق القديم القريب يشهد بأن المواقف الحاسمة للشعب العراقي كانت دائما المرجعيات الدينية الهوية الإسلامية حاضرة في هذا الشعب العراقي مؤثرة في رسم مسارات الشعب العراقي في أي اتجاه يذهبون ويعني تأريخ العراق يشهد بذلك العشائر العراقية أيضا كان لها الدور المميز من خلال الاستجابة لمواقف المرجعية من خلال اعتزازهم بهويتهم الإسلامية وانتمائهم والتزامهم بالشعائر الدينية وكذلك كان للمرأة الدور المميز في أن تقف مساندة وأن تعين سواء بالكلمة أو بالدعم أيا كان هذا الدعم لذلك هذه أسس لم تفت شهيد المحراب بل هي منهج عمل واليوم المجلس الأعلى يضعها في أولويات متبنياته لكي تكون هي الركائز التي ينطلق منها إلى المجتمع وإلى صناعة أمة فاعلة في مسارها السياسي والاجتماعي طيب سيد رياض استشهد السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه لكن هل مشروعها بقي حي؟ هل يعتبر فعلا الحجد وخط المقاومة استمرار وأحياء لهذا المشروع؟ بكل تأكيد يعني أعتقد مشروع الشهيد الحكيم هو كان مشروع كبير هو مشروع العراق مشروع العراق بكل أطيافه مشروع السنة والأكراد والشيعة وبالتالي هذا المشروع هو يريد نهضة العراق يريد أن يكون للعراق دور بارز أن يكون للمرجعية أنتم أشرتم إلى المرجعية يريد المرجعية التي هي تكون قائدة لهذا العراق أن يكون المرجعية لها دور بارز باعتبار هناك محاولات من الصهيونية وغيرها تحاول أن تجعل هناك هو بين المرجعية وبين الشعب الشهيد الحكيم ركز على هذا وأعتقد هذا المسار وهذا النيج الذي يسير به الآن الحجد الشعبي هو بتوجيه من المرجعية المرجعية من أمرت وهي من خططت لأن يكون الحجد الشعبي بهذا المسار وباعتبار أنه هي أعطت الفتوى الشرعية للجهاد الكفاهي وهذا بالدور فاعل في قلب المعادلة الذي أراد الغرب وأرادت الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية بأن يكون لداعش دور تخريبي في العراق ولكن بفضل المرجعية وبفضل شهيد المحراب وبفضل نهجه الذي صار عليه الحجد الشعبي بدأ هذا المشروع ينمو ويقبر وبالتالي أصبح هذا الفكر متجذر في نفوس كثير قيادات المجلس الأعلى أو تيار الحكمة وغير منها القيادات وهناك كثير من الأطراف السياسية التي ربما فاعلة لا زالت تعتبر مشروع الشهيد الحكيم هو نبراس ليتطلع نحو المستقبل الأوسع الأكبر لأن يكون هناك نهضة حقيقية في العراق لتصدي لكل المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة وبالتحديد في العراق مع وضوع أو شخصية الشهيد الحكيم حقيقتين يجب أن نحتفي بها جميعا سواء من جميع الأطياف يعني مشروع كان لا يريد الرئاسة هو أتى إلى النجف كان يريد أن يبقى في الدرس الحوز ورغم تاريخي الجهادي ورغم تاريخي العلم الواسع ولكن هو فضل أن يكون في النجف يضع قضية المرجعية والتكليف الشرعي بأولويات يمكن مشروع الجهادي لكن هل أثبتت واقعيات وأهميات آراء بجهاد الكفاءة مثلا ودور المرجعية بيتعامل مع الأزمات خصوصا بالسنوات الأخيرة بوصفها صمام الأمان أعتقد يعني كثير من طروحات التي طرحها الشهيد المحراب هي كانت النبراس الحقيقي لتشكيل الحجد الشعبي وتوجهه وبالتالي هناك مجاهدين سابقين كانوا أيضا موجودين في الجمهورية الإسلامية وأعتقد كان لهم الدور القيادي في قيادة الحجد الشعبي وبالتالي السير على نهج شهيد المحراب يعني إذا نظرنا أن شهيد المحراب حقيقة يمثل المصداق الحقيقي له نهج أهل البيت عليه السلام حيث هو كان يعني ذائب في خطب أهل البيت كان يعني متطلع إلى الدور الحقيقي الحقيقي للأم المحصومين في كيف كانوا يتصدون إلى الظالمين وأعتقد هو كان مصداق حقيقي لقول أمير المؤمنين عليه السلام وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كذة ظالم وسغبي مظلوم حقيقة هذا كان مصداق حقيقي في شخصية شهيد المحراب وأعتقد هذا الشخصية هي من تنير الدرب للمجاهدين سواء الآن وحتى في المستقبل لا زال هذا الفكر راسخ في جميع المجاهدين الذين يسيرون في درب يتخلص من العراق من كل براثن الاحتلال وكل المخلفات داعش والقاعدة وغيرها وبالتالي أصبح العراق قويا قادرا مقتدرا بجميع طوائفه وفياته وأعتقدهم فهموا درس الشهيد الحكيم وبالتالي هذا سيصبح مدرسة حقيقية للسير على نهجه ودرب شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي الأستاذ رياض اتفضل دكتور علي اتفضل شكرا جزيلا باعتبار ذكرة المرجعية ومواقفها يعني لا يفوتنا أن نذكر بيانات التأبين الذي صدرت في حق شهيد المحراب بعد استشهاده وعلى رأسها بيان المرجعية الدينية العليا متمثلة بسماعة السيد الإمام السيستاني والتي أظهرت مدى الفجيعة وشعوره بالفراغ الكبير الذي سيخلفه فقدان مثل آية الله السيد محمد باقر الحكيم وهذا يؤكد دوره وتأثيره وملء الساحة السياسية التي كانت المرجعية مكتفية بوجود مثل قامة وشخصية شهيد المحراب ومسألة أخرى أيضا هي قضية إدارة الحكم في العراق مما يلاحظ ويؤشر على مواقف شهيد المحراب أنه كان دائما يقول نحن لا نريد أن نستنسخ وصفة جاهزة لإدارة الحكم في العراق لا إسلامية ولا ممن يرفعون الإسلام وإنما نريد وصفة عراقية وطنية تحترم الإسلام وتحترم قيم الإسلام لذلك كان يقول نحن لا يمكن أن نقبل أو نتوقع أن المدن التي يسكنها العراقيون أهل الغيرة وأهل التأريخ الإسلامي أن يقبلون بأن تكون مدنهم متحللة وفضل عن المدن المقدسة لذلك هذه دعوة من هنا أن منهج ورؤية ومشروع شهيد المحراب هو احترام الإسلام واحترام قيم الإسلام وهذا يجب أن تكون الركن الأساس الذي نعتمده في مواجهة الحرب الناعمة والدفع مقابل الغزو الفكري وتحصيل مجتمعنا وشبابنا وبناتنا من هذه التيارات الفاسدة الشكر جزيلا لكم المتحدث الرسمي باسم المجلس لعلى الإسلام العراقي الدكتور علي الدفاعي كنت ضيفا كريما شكرا لكم وشكر لكم المحل السياسي الأستاذ رياض الوحيلي كنت ضيفا كريما إذن مشاهدين ننتقل ساوياتا إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه إذن مشاهدين استقطاع رواتب محتجزي رفحة لم تكن كافية بل جاءت القرارات بعادة كل ما تقضوا سابقا بحسب ما يذكر المتضررون من هذا القرار ورغم المتابعة من قبلهم والوقوف على أبواب الجهات المعنية إلا أن الحلول ما زالت مغيبة ليحول مطالبهم اليوم إلى خانة حكومة الخدمات المزيد مع الزميلة نهاء الشمري شريحة واسعة من محتجزي رفحة لم تنصف المؤسسات الحكومية بتقاضي مستحقاتهم من الرواتب الشهرية على حد قولهم بعد إن تم استقطاعها منذ أربعة أعوام بالوقت الذي توجهوا لمراجعة الدوائر والجهات المعنية للتقصي عن حقيقة القرارات التي تم على إثرها استقطاع مستحقاتهم المالية ولم يلتفت لصوتهم أحد أكو قرارات صدت من مؤسسة جناء السياسيين يعني ما طابق للقانون ولا الشرع ولا العرب ناس تستلم راتب ومستلم هويات تقاعد صار لها سنة وسنتين وثلاثة تجيب شخطة قلم من رئيس مؤسسة جناء السياسيين الغاء رواتب زيان هاي الرواتب احنا لما اخذناها صارت عليها يعني صارت عليها أموره هواية لثيف من أبناء الوسط والجنوب ممن أحيلوا إلى التقاعد ووفق الإجراءات القانونية والإدارية بين ليلة وضحاها يجد أنفسهم مطالبين باسترداد ما تقاضوه من رواتب في المدة السابقة قبل استقطاع مستحقاتهم من مؤسسة السجناء فتوجهوا إلى تنظيم اعتصامات للمطالبة بإعادة النظر في الإجراءات المتخذة بحقهم نتوسم خيرا السيد الرئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني ابن الشهداء استقاض راتب ونقطع راتبه قبل أربع سنوات وهذا الشهر رحت استلم راتب عندي ابني شهيد رحت استلم راتب ابني شهيد لقيته مقطوع قاطعينه قاسرين راتبي ما لابني شهيد يا بليش رحت لتقاعد قاله وإحنا لازم نتقاضى منك الفلوس الرواتب اللي شننت تاخذهه قبل أربع سنوات وأنا أطلب من السيد محمد الشاع السوداني الله يحفظه يخلصنا من هاي المحنة وأحنا يعني مظلومين الله وكيلك مظلومين وأوراقنا كلها صحيحة وأخواننا اللي ويانا بنفس القانون كلهم جاي يستلمون الرواتب ما عدا أحنا هذولا كم واحد انقطعنا نفس الأوراق ما عدنا اختلاف أي شيء فبين آمالهم بحسن الظن في الحكومة الحالية وبين الإجراءات الإدارية التي يراها المطالبون بحقوقهم من محتجزي رفحاء أنها قرارات تعسفية بحقهم مطالبين الجهات المعنية بالتدخل فورا لحل معضلاتهم التي تسببت بتضييق لقمة العيش عليهم نهاش ماري الأيام الفضائية أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا وللحد تكترد عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام بصوت والصورة من بغداد السجين السياسي المعتصم الحقوقي صباح السادود أهلا بكم سيد صباح وكذلك الترحيب بسجين السياسي المعتصم الشيخ محمد الخطاج أهلا بكم شيخ محمد ونبدأ معكم شيخ محمد أنتم يعني مجموعة كانت المؤسسة مؤسسة السجن السياسي سبقا صادقت على أوراقكم الثبوتية لكن ليش نفس المؤسسة ذاتها قطعة رواتبكم السلام عليكم نحن مبناء انتفاضة الشعبانية عام 1991 احنا نستغرب من الدكتور حسين السلطاني هو نفس الشخص اللي صادق على قراراتنا وهسه طعن بعد المدة القانونية المفروض القانون يفرض ولو أنا أترك القانون لسه الصباح نعم بالنسبة للقانون يقول بعد ثلاثين يوم يلا إلك حق بعد الثلاثين يوم ما لك حق أنه تدافع أو تطلب الطعن بهذا القرار بينما احنا صارنا أربع سنين نستنم راتب بعد الأربع سنين يجي يطالب يقاف ويطعن ما عرف يعني منه للطاع الحق احنا بالنسبة أنه هسه كل الأمور خارج قوس استادنا العزيز ولكن احنا ما نسمح من خلال هاي قناتكم الشريفة ما نسمح للدكتور حسين السلطاني أن يمحي تاريخنا طيب لكن دكتور داي يقول أنه أنتو مجموعة من الأسرة مو من الانتفاضة الشعبانية احنا بالنسبة أنه أصلا الأغلبية ناس عجزة وناس الطلاب مدارس نساء يعني ما عرفوا وشون عزننا احنا أسرة احنا أصلا ما موجودين بهذا المكان ولا من الدنيا زي من تاريخ الأسر تاريخ الحرب 28 اثنين انتهت الحرب احنا يعني أقل واحد بنا دخل 28 او 29 ثلاثة اكو حرب جديدة يعني خاصة بالدكتور حسين السلطاني ما عرف يعني شلون حسبنا أسرة زي أن هو قطع كان على تاريخ 14 ثلاثة 14 ثلاثة احنا 12 ألف واحد ليش انقطعنا الـ 1500 زولة الـ 12 ألف ليش جاي ياخنون راتب ما عرف يعني هذا اجتهاد بس احنا ما أرجع أكرر وأقول انه ما نسمح له يمحي تاريخنا ما نسمح له احنا عشائريا راح نشوي يعني ما عرف أكل تصاعديات أمور هواية ما نقدر نتجاوز بيها دع خلينا نحكي بالمجال القانوني نعم تعدكم اعتصام نرجع لك لموضوع الاعتصام ونرحب بك مرة أخرى سيد صباح أنت حقوقي وأودا تحدثنا من الجانب القانوني وحق الرد مكفول السيد رئيس المؤسسة عبراء الأيام كان عنده بعض الآراء شون ردكم على آراء السيد رئيس المؤسسة طبعا بداية شكرا لقناة الأيام لإتاحة الفرصة لحق الرد باعتبار هو من ظهر قناتكم ذكر كثير من المسائل من الأخوة هم مؤسسة ولا المعتصمين وغيرها ولكن أنا راح أبدأ من حيث انتهى هو طالب الأخوة المعتصمين قال الوضع مو سياسي حتى تحتصمون وإنما الوضع قانوني طبعا الوضع السياسي هو يعرف كل زيان أنه بعد الاحتلال الأمريكي بعد 2003 وسقوط هدام العراق أنتجت عملية سياسية حقيقة مشوهة نتج منها الطائفية والمحاصصة والمحاصصة معروف أن المسؤولين الآن موجودين هم بالمحاصصة هو إجابة المحاصصة دكتور حسين زين ولكن نحن نقول ماكو ثقة بهذا الأمر لأنه نعرف هذه قضية المحاصصة الآن عندنا أنا ممكن أعطي وثائق مجلس النواب العراقي بالدورة السابقة لما كان الأستاذ عبدالله النائري رئيس لجنة الشهداء أوصى باستبدال وهذا كتب رسمية باستبدال رئيس الدائرة القانونية في مؤسسة السجناء ومسبب هذه الأسباب هاي بال2017 من ضمن الأسباب هو عشر سنوات باقي ولكن لم يستبدل وإلى الآن وهو دكتور حسين السلطاني أساسا صدرت بالضد من عنده توصيات من لجنة تقصي الحقائق بالأمر الديواني 356 في وقت حكومة دكتور عادل عبد المهدي ولا المنفس في زمن سيد عادل عبد المهدي يعني كان هناك لجنة أصدرت توصيات بحسب الأمر الديواني 356 أدانت فيها إجراءات المؤسسة لكن المؤسسة شلون ما امتثلت يعني من الجانب القانوني كيف تستطيع المؤسسة أن تعارض قرارات مجلس وزراء والله هو مو بس معارضة المخالفات القانونية حقيقة أنا أحب أسلط الضوء عليها وأطلب من الجهات الإعلامية والنزاهة والرقاب المالية واللجال البرلمانية ورئاسة الوزراء تسليط الضوء على المخالفات القانونية الموجودة في مؤسسة السجناء لجنة تقصي الحقائق طبعا لجنة رصينة وكان من ضمن يعني أعضاء اللجنة هم مدراء عامون في كل أغلب دوائر الدولة المعنية طبعا أذكر لك منها على السريع مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية مدير الدائرة المالية في مؤسس السجناء مدير عام الدائرة الشؤون المحاربة وزارة الدفاع والأمان العامة لمجلس الوزراء وكثير ومن ضمنهم أنا كنت باللجنة وأطبت توصيات هو التوصيات صريحة التوصيات في وقتها حقيقة تعالج كل المشاكل الآن بسبب هالأخوة معتصمين يعني من ضمن التوصيات حتى أوضح لك أخي العزيز أحب أذكر لك على عجالة لأن وقتكم حقيقة يعني ما يسعفنا أن نذكر كل المشاكل ولكن باختصار باختصار إن شاء الله أنا أذكر لك من بعض التوصيات اللي ذكرت في لجنة تقصي الحقائق من ضمن التوصيات إنه أولا لا يحقل مؤسس السجلات السياسيين أو أي جهة الزام اللي كان مشكلة بالنظر في طلبات محتجزين رفحها باعتماد أدلة إثبات معينة طبعا هو الآن جاي يفرض أدلة كيفة تتولى من ضمنها تتولى مؤسس السجلات سأطلاق رواتب المحتجزين الذي تم إيقافهم اللي الآن هم معتصمين زيلا ولم تنفذ هاي لا يحق للمؤسسة وكل ذي مصلحة طالب إعادة النظر اللي صار أستاذ العزيز كثير من المسائل دكتور حسين السلطاني أول تجاوز قانوني سوى هو أنه شكل لجنة تسمى لجنة إعادة النظر القانون به لجنتين لا ثالث لهم لجنة المحتجزين ولجنة المعتقلين شكل لجنة أعلى من هذه اللجان لا سند لها من القانون ونحن من قناتكم حق الرد مكفول إلى أنا أتمنى يطلع يوضح للشعب العراقي عن هذه المخالفة أثنيا نستند على مادة دعش طبعا شخصت بالأمر الديواني اللي قلت لك عليه لأنه هاي اللجنة شخصت هذه المشكلة وقالت لك أنت ما يحق لك استخدم هذا الأمر ما من حقك مادة دعش ما سعفك أن تقطع رواتب العالم إجاب النوب إحنا صارت مظاهرات اللجالة البرلمانية اللجالة الشهداء مشكورة في وقتها أيضا أنطت توصياتها واللجنة القانونية في مجلس النواب السابق ولجنة حقوق الإنسان أطت توصياتها بأن هذا الأمر يعني معيب ولا يحق للمؤسسة الأخذ بهذا الأمر إنه لجنة مادة دعش الاستناد على هذه المادة وبعدين صدر عندنا أساسا من مجلس الدولة عن طريق بيان رأي لكن هاي المادة مادة دعش مو أكدت لجنة أنها لا تنطبق على هذه الشريحة وإجراءات المؤسسة بأنها خاطئة نعم مادة دعش أكدت مجلس الدولة بيانة واضح وهذا ممكن أزودكم نسخة بأنه مادة دعش لا تنطبق إلا على القانون من 2006 إلى 2013 الأبناء المحتجزين وبعد التعديل ما يحق لا ينظر بهذه القضايا استاذة خلنا وضح لك القضية شنو اللي صارت اللي صار بأنه دكتور حسين السلطاني أنا طبعا رئيس لجنة في وقت في وقت الاستاذ محمد الشاع السوداني كان رئيس المؤسسة وعندي مصادقات وعندي قرارات صودقة أساسا في وقت الاستاذ الدكتور حسين السلطاني نفس طبعا القانون إلى مدة شهر طعا المؤسسة هو إجى أساسا سوى إجى طعن بالقرارات التي صدرت منه أكو قائدة قانونية تقول من سعى لنقضي ما صدر منه فسعيه مردود عليه معتمد على لجنة عادة النظر نفس اللجنة معتمدة لمات دهدعش بعدين مجلس الدولة قال لمات بيحك هو ذهب إلى أبعد من ذلك استمر في هذه الأخطاء النوب وين ودانا ودانا لمرحلة أخرى دخل القضية بالقضاء الإداري وعن طريق وزارة الدفاع وزارة الدفاع لجنة حقوق الإنسان أيضا دلست لأنهم هم يمتلكون قرص طبعا أوضح لك هذا القرص يشمل مدنيين وكذا كانت تغار وأسرة؟ عنوان القرص إذا قناتكم أقدر أوضح لهم القرص عنوانه العائدين من الأراضي السعودية بينما وزارة الدفاع تودي للمحكمة تقولهم هذا قرص الأسرة طبعا قرص الأسرة الحقيقي موجود في وزارة في دائرة المحاربين ويبدأ بالتسلسل فلان وينثدوا لهم التزامات مالية أرجع لك إلى موضوع القرص وهذه الإثباتات لكن نعود لك شيخ محمد عدكم إثبات أنكم ثوار مؤسرة قدمتوا هاي الإثباتات اللي تملكوها للمؤسسة أو للجهات المعنية لعلمك أستاذنا العزيز بالنسبة للإثباتات إحنا ما قدمناها بصورة مباشرة لأن مؤسسة السجناء السياسيين طلبت من عندنا تخويل هذا التخويل خوّلها هي اللي تجيب الإثباتات وهم عن طريقهم جابوا الإثباتات من جابوها؟ جابوها من مؤسسات الدولة ومن الصليب ومن كل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية حتى من المسائلة والعدالة هم اللي جابوها بيدهم إحنا بس مجرد سوينا تخويل وعلى ضوء التخويل جابوها زينا شمعنا هاي العالم كلها نفس التخويل سويته وجابو لهم مستمسكات وطلعوا أصوليين بس إحنا مدلسين طيب سيد صباح قضية الإثبات الأمم المتحدة إذا أريد نعتمد أنه كل محتجزي رفحة وحتى معسكر الأرطاوية مسجلي لدى المنظمات الدولية عند الصليب الأحمر أمم المتحدة أكو إثبات من الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر؟ نعم أخي العزيز اللي صار شنو إحنا كليجان قاصة مطالبين التعريف محتجزي رفحة هم ثوار الانتفاضة الشعبانية التي أجبرت لهم ظروف البطش من النظام السابق الدخول إلى الأراضي السعودية طيب هذا يعتبر مادة مفسرة تعريفية وغير ملزمة للجان فقط تعريف زين إحنا عندنا مادة ستة بالقانون فقرى رابعا وخامسا فقرى خامسة تلزم اللجان بأن استنفاذ المحرارات الرسمية ومن ثم الذهاب إلى قانون إثبات العراق المعدل سنة 79 طبعا قضية المحرار الرسمي هو الذي يصدر من الموظف مختص اللي صار شنو إحنا كنا نخاطب تلجان خاصة في وقت الأستاذ محمد الشاعر السوداني نودي له قوائم بالأسماء نقل له هذه الأسماء شوفونا ياها بالأمم المتحدة شوفونا ياها بالصليب الأحمر إلهم أسماء لو لا فتيجي مصادقة عن طريق المؤسسة وهذا أنا أمتلك وثائق إن المؤسسة ودت لنا وثائق الصليب الأحمر وقالت اعتمدوها زين إحنا سوينا نجي للشخص نشوف التاريخ طبعا 14 ثلاثة إحنا نمتلك من الصليب لأن الصليب ما ممكن يسجل هاي الناس اللي راحت الآلاف في وقت الانتفاضة لذلك الصليب قال إحنا أكو خلل فني فذكرناك تاريخ 14 ثلاثة ولكن إحنا نستطيع كصليب نؤكد بأن هذا الشخص دخل إلى مراكز الاحتجاز في معسكر الأرطاوية ورفحة ممكن نتأكدون هم جاي يقولون إحنا أي واحد يقدم لنا طلب إذا كان موجود ممكن نذكر لك ولكن راح نذكر بس تاريخ 14 ثلاثة وإحنا جاي الصليب نقول هذا التاريخ ابتراضي إحنا اللي جان واجبنا إنه نفرز عن طريق الاستجوابات ونطلع هذا نطلع التواريخ الصحيحة اللي صار دكتور حسين الصنطاني يقول هذه الوثيقة أنا أعتبرها غير منتجة يا بل يش دكتور غير منتجة يقول والله لأنه الانتفاض انتهش 28 اثنين فذولة يسبب إنه ذولة ما اشتركوا راحوا 14 ثلاثة هو متناسي إن الحرب الخليج انتهت 28 اثنين لم تقع حالات أسر جملة وتفصيلا بهذا التاريخ هذا جانب جانب الآخر إنه هذا التاريخ هو أساساً صليب جاي يقول لك هذا التاريخ افتراضي النقطة الأخرى هذا عمل اللي جان الخاصة دكتور حسين تدخل في عمل اللي جان الخاصة بتشكيل لجنة إعادة النظر بل مش بأبعد من ذلك وده كتب رسمية وذكر بلقاء معكم في هذه القناة بأنه عنده 800 أسير ليتحدث عنهم أنا إذا يعني على عجالة تسمح لي أوضح لك باختصار ما بقاعدنا وقت باختصار أولاً هذه أمرأة مطالبها هو بالحقوق معتبرها أسيرة هذه أمرأة ثانية أيضاً معتبرها أسيرة طبعاً إحنا ما عندنا حالات أسر نساء هذا موظف معتبر أسير زيان؟ طبعاً هاي وثائق رسمية محرات رسمية جاي يعطيك هو كلكم الألف وخمسمائة معتبركم أسيرة؟ أحسنت هذا مواليد أربعة وسبعين أساساً ما لابس أسكري معتبر أسير هذا شنو السببه؟ سببه أنهم دائرة حقوق الإنسان موجودة في وزارة دفاع دلست بالمعلومات وما تذكر الحقائق كما هي طيب حالياً حالياً أكو أعتصام من قبل الألف وخمسمائة المقطوع رواتبهم لكن أكو دوائر مهتمة بالموضوع دائرة قانونية مثلاً مجلس وزراء رئاسة الجمهورية تقول هي متابعة ميدانياً هذا الملف ووعدتكم بتسوية وفقاً للقانون تتأملون خير؟ شكراً لهذا السؤال اللي اهتم بالموضوع هو رئاسة الجمهورية مشكورة أستاذ أيضاً كامل كريم الدليمي ماذا عن رئاسة الوزراء؟ وكان رئيس سيد محمد الشاعر السوداني رئيس طبعاً اهتم الرجل وشك اللجنة بأمر ديواني رئاسها الدكتور علي فوزي حقيقة احنا أننا ثقة بهذه اللجنة إن شاء الله وأننا ثقة باستاذ محمد الشاعر السوداني لشخصيته حقيقة أنهما تؤثر لأمور السياسية إن شاء الله والتدخلات السياسية لإنصاب الناس الشكر جزيلاً لكم سجين السياسي المعتصم سيد الحقوق صباحاً سادود كنت ضيفاً كريماً شكراً لك وشكر لكم السجين السياسي المعتصم الشيخ محمد الخفاجي كنت ضيفاً كريماً والشكر موصول لكم مشاهدين إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وللقاء في حصادنا آخر